السلام عليكم اهلا بكم في درس جديد من دروس بيت المهندسين انا سعيد الشايب النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض ازاي اقدر اربط اكتر من كلاود ستوريج يعني مساحة تخزينية زي الجوجل درايف والوان درايف والدروب بوكس والحاجات ديت ازاي نقدر نربطهم كلهم ببعض طيب هنستفيد ايه لما نربطهم كلهم ببعض الحقيقة انا ممكن اكون عندي ملفات على الدروب بوكس كمثال وعايز انقلها على الجوجل درايف الطبيعي ان انا هعمل ايه ان انا اروح على الدروب بوكس اعمل داونلود للملف بعد كده اروح على جوجل درايف اعمل ابلود للملف طبعا ديت عملية مرهقة وهتاخد وقت لكن لو استخدمنا الويب سايت ان انا نتكلم عنه النهاردة نقدر نيجي بسهولة مثلا على الدروب بوكس اكاونت بتاعي وبعد كده اقول له مثلا ان انا عندي ملفات او ملف دي دابليو جي اعلم عليه وبعد كده اروح اعمل له ايه اقول له حاجة بسطة جدا اقول له كابيتو يقول لي عايز تنقله فين اقول له اديه على الميديا فاير كمثال وبص عندي هنا اوشن اسمه ملتي سيلكت اعلم عليه وقول له اديه كمان على الميجا وقول له اوكي ايه اللي حصل اللي حصل ان هو خلاص له اقل الملف طبعا الملف ده حجمه اقل من واحد ميجا لو ملف اكبر تبقى العملية مرهقة اكتر يعني ايه ملف اكبر يعني لو جينا مثلا على ملف مثلا ساي زي ده ده مثلا اوتو ديست سادي ديز ماكس بقدي ايه حوالا 4 جيجا تقريبا بصر اقول له كده اقول له كابيتو وروح تمعلم على ميديا فاير وبعد كده اقول له اوكي اوتوماتيك هيفتح لي هنا ويندو ان هو بدأ ينقل ايه الملف بالفعل ولو فتحنا الميديا فاير كمثال هلاقي الملف بتاعي اللي هو البلامينج فيكتشر اتحمل ولو رحنا على الميجا هلاقي برضو بقى موجود يبقى اصبح الويب سايد دوت يقدر يعمل لي ايه يعمل لي ربط ما بين كل الكلاود ستوريج اللي ايه انا اللي اكاونت عليها طب ايه هي انواع كلاود ستوريج وايه احسن حاجة نقدر نستخدمها الحقيقة انا باستخدم دروب بوكس ومشترك في ميديا فاير وميجا ووان درايف كل واحد على حسب شغله على حسب اهتمامته الموقع اسمه ايه بقى الموقع اسمه مالت كلاود مالت كلاود طبعا هلاقي سيب رابط للتسجيل في الموقع اسفل الفيديو جميل هنشوف بقى مع بعض ازاي نعمل اكاونت على الموقع وازاي قدر اربط اكتر من كلاود ستوريج مع بعض خلونا نشوف الخطوات بسيطة هتلاقوا في رابط اسفل الفيديو او لو بتشاهد الفيديو دوت منه على موقع بيت المهندسين فهتلاقي فيه الرابط موجود انا هاختار هدوس على الرابط او هعمل له كابي بيست في البراوزر بتاعي بيعمل لود طبعا وانت ان هو عامل لودينج الحقيقة بيقول لي ايه بقى بيقول لي ادخل النام والايميل واختار باسورد وعمل لها confirm الخطوات دي ظريفة جدا هقول له ايه هقول له مثلا النام والياكن انا هعمل حساب لي الانجينيرز هاوس الايميل هكتب الايميل برضو بتاعنا طبعا تقدر تستخدم ايميل زيميل اه هوتميل يانديكس اه ياهو اي ايميل يعني مفيش اه الموضوع ده الباسورد اختار باسورد استرونج يعني الباسورد استرونج دايما بتكون حروف وارقام ورموز زي مثلا اللي اقتراح تأكد مستار كيو اتش مش عارب برسنتج وهكذا يعني تمام فانت اختار اي باسورد اه تعجبك بس حاول تخلي دايما فيها حروف وارقام وبلاش الباسورد اللي هي واحد اثنين تلاتة اربعة افمسة يعني دي باسورد طبعا يعني ايه مش باسورد اساسا يعني ولما حد بيقول الاكاونت ساعت عمله هاك والكلام ده هو الحقيقة متعملوش هاك انت اللي مستخدم باسورد ضعيفة يعني حد عارف يعمل لها اه توقع وداخل على حسابك يعني ازا كان فيسبوك بقى ولا اي حساب ديك اخطورك يعني زي ما بتقول يعني طبعا هنا الكود ده عشان بس يضمن ان انت مش اه اه روبوت او برنامج او يعني بيعمل حساب اه خلي بالك هنا في دي سمول تراتة ان كابتل اي كابتل انت غزم تعمل الكابتل والا اه والاسمول فهاكتب دي تراتة ان كابتل اي كابتل بعد كده اقول له كريات اكاونت طبعا بيطلب باني ان انا اعمل اه 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 اكد له ان الايميل ده ايميل شغل طبعا انا هروح على الامبوكس تفKY طبعا فتحت الامبوكس هنا ده الايميل اللي جايلي منها بيقول لي اه 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 يعني او بيطلب بانك انت تععمل بقى لايه اه 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 او او دوس على كلمة اكتبات اكاونت او دوس حالرابط ده تمام؟ هي اللي اتنين واحد يعني. هدوس على اكتيبيت اكاونت. حلو جدا بيقول لي اكتيبيشن ساكسيدد. اقول له لوج ان. اكتب بقى الايميل بتاعي. واكتب الباشورد اللي انا اخترتها. بعد كده اقول له لوج ان. طبعا بيقول لي في كود اكتبه زي ما عملنا قبل كده. ده يو سي. واكا بي كابيتل واكس كابيتل. الوج ان. بس كده عملنا حساب. نضوع بسيط جدا. نيجي بقى الخطوة الجميلة. طبعا هقول له. خطوة الجميلة بس يقول لي ايه? بيقول لي اد بلاود. دول ان تقدر تربط. اي حاجة من دول تقدر تربطهم ببعض. من خلال الموقع. تمام كده? طيب نبدأ بقى لو عايز. اه ابدأ اضيف اكاونت. هيجي مسلا على اه جوجل درايف. ادوس عليه. هيفتح لي. يقول لي والله انت الموقع بلس بموقع تلاوت. عايزي اكسس الجوجل اكاونت بتاعك. ادوس. اه. على الايميل بتاعي على الجيميل. فعلي كده يقول له اللا هو. بص لو عمل الهالت كده او وقف يعني جدا مش عايز تحرف. اه لو عندك اد بلوكر اه. يعني اقول له ان هو يسيب الموقع بها يعمل. اه اللي هو عايزه. يعني يعني اي حاجة هو عايز يعملها يعملها يعني. مسلا عندي هناك كاسبر. ممكن اوقفه. انا وقفه اصلا مجميل. طيب جميل خلونا نجرب مسلا بي. دروب بوكس. هدوس على دروب بوكس. بيفتح لويندو كده بيقول لي ان لو ليك اكاونت في دروب بوكس اه تقدر تعمل ساين ان عليه. لو ملكش ممكن تعمل تريد اكاونت على دروب بوكس فانا الحقيقة عندي اكاونت وارجع على دروب بوكس فهعمل ساين ان على الاكاونت. يقول لي ان الموقع باسمه مولتي اه كلاود. عايز يعمل على الملفات بتاعتك وقلو قلعوه. خلاص يميل كده. اه هنا كنت جاهل ربط في الجوجل درايف وزهر دلوقتي هواد والدروب بوكس برضو عملتوه. هعبر كده. نشوفهم زهروا عندي ولا ايه. اه جوجل درايف و جوجل درايف وان اه وكان عمل اضافة لجوجل درايف مرتين فممكن اعمله. انا عندي هنا ده دروب بوكس هيجيب لي لستة بالملفات. ده جوجل درايف هيجيب لي لستة بالملفات. طيب خلاص انا عندي دلقة الدروب بوكس. في ملف مثلا ولكن الكتاب ده عايز انقلو لليه جوجل درايف. اعلم عليه. اعلم على الجوجل درايف. ايه اللي حصل بين ايه اللي هوت? اللي بيقول اللي هوت زيرو بيرسنت انت سؤال. لو دست على ايه بيعمل ايه? بيعمل اه ترانسفير للكتاب. مش محتاج ان انا اروح على دروب بوكس. اعمله ده واللود على جهازي. واروح على الجوجل درايف ارفعه على دروب بوكس. يبقى الطريقة داية بتوفر علينا وقت. ده غير ان انت تعرف تعمل منجد كل كلاود ستوريج الخاصة بيك بالمكان واحد. ده غير ان انت تعرف تعمل شير للملفات. يعني انت تقدر هنا تقول له شير وتختار او هنا مسلا على دروب بوكس تختار الملف وتقول له ان انا عايز اعمل له شير. زي اكني بالزبط انت تشغال على دروب بوكس. تقدر تقول له برايفيت شير اه سورس شير يعني وتقول له مسلا برايفيت شير وتقول له سنكرية شير. فتقدر تاخد الملف القبي اه بتاع اه يعني تعمل له شير او تعمل له شير على اي حاجة عندك زي مثلا فيسبوك او الايميل او يعني. وده تلاقي الكود بتاع الموقع ده عظيم جدا اسمه مالتي اسمه مالتي كلاود. وبلاش? يعني هو موقع اه عظيم ومجاني. تمام? ده طبعا تعمل وتشوف بتاعتهم والاوبشنز والفرق. اه ما بين كل اوبشن واي اي او كل بلان يعني والتاني يعني. اه اتمنى الفيديو يكون اه مفيد وان شاء الله اكل فيه وقت هنعمل فيديو عن معلومات عامة يعني مش شور تكون هندسة ايه. السلام اشتركوا في القناة